بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكل مشاهدي قناة الاهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير جمهور النادي الاهلي العظيم اهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج الترينت بالطبع النهاردة عندنا كلام كتير جدا على استعدادات الاهلي لمباراة فاركو في الدوري بعد ختام مباراة الاجندة الدولية انتهت مباراة الاجندة الدولية بختام مباراة مصر بالامس امام غينيا بيساو يمكن النادي الاهلي خلال الفترة القادمة يكون عن تدريبات يومية استعدادا لمواجهة فاركو وعلى مدار اكتر من 28 يوم في 9 مباراة من ضمنها حوالي 4 مباراة مؤجلة بالاضافة الى مباراة من الدور الثاني فترة القادمة عندنا حوالي 19 مباراة في الدور العام هو العمر المتبقي من مسابقة الدور العام خلال هذا المصيب اجتماعات عديدة تمت في الساعات الماضية اكيد هنتكلم عليها كلام كتير متعلق باستعدادات الاهلي لمباراة فاركو النهاردة استئناف التدريبات بعد حصول الفريق على راحة سلبية بالامس كمان هنتكلم على منتخبنا الوطني حقق اربع نقاط مع حسام حسن في الاجندة الدولية الحالية خلال شهر يونيو وبالتالي منتخبنا الوطني بيتصدر المجموعة بعشر نقاط ومن حصن حظ المنتخب ان المباراة الاخرى والفرق الاخرى المتنفسة مع منتخب مصر تعدلت في الجولة الثالثة وايضا في الجولة الرابعة هنتكلم على مباراة المنتخب هنتكلم على ترتيب المجموعة المباراة المتبقية متى تستأنف التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم تفاصيل كتير او حلقة كالعادة هيكون فيها موضوعات مهمة جدا ولكن عشان وقت الحلقة نبدأ بسرعة بسؤال حلقة النهاردة وسؤال النهاردة عايز اعرف رأي حضراتكم كيف ترى حظوظ منتخب مصر في التأهل لكأس العالم بعد نتائج الجولة الرابعة في التصفيات الكل يدخل ويشارك معنا في الإجابة على هذا السؤال وكل واحد يشوف حظوظ منتخب مصر إزاي بعد النتائج اللي اتحققت فيه الجولة الثالثة والجولة الرابعة ونستعرض كل ده بالتأكيد في الجزء الأخير من برنامج التريند لكن سؤال أكيد من خلاله هنقدر كده نعرف ردود الأفعال ورأي الشارع رياضي المصري في حظوظ منتخبنا في التصفيات اللي بالتأكيد كلنا شايفينها تصفيات يعني لا ترتقي حتى أنها تكون متوسرة المستوى هي أقل من المتوسط أكيد ولكن موجة نظاركوا شايفين الحظوظ إزاي وأكيد هنتكلم النهاردة باستفادة على نتائج منتخبنا الوطني والتعادل الإيجابي اللي خرج بيه منتخبنا بالأمس أمام غينيا بساوة لكن نروح دلوقتي لأهم العنوان البداية في تريند الأهلي الخطيب يغادر القاهرة لاستكمال برنامجه العلاجي وكمان الفريق يستانف تدريباته استعدادا لمواجهة فارقه وفلتريند المحلي المنتخب يعود للقاهرة وفحص طبي لمصطفى محمد دي أبرز عنوين حلقة النهاردة ولكن قبل مطلع الفاصل النهاردة على فكرة فيه مباراتين في ختام مباراة الجولة الرابعة للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم أنجولا والكاميرون هتتلاعب الساعة 10 بالليل والمباراة دي هيدرها طاقم تحكيم مصر بقيادة الحكم الدولي محمد عادل معاه أحمد توفيق طلب وهنا عبد الفتاح والحكم الرابع محمود البن أيضا في نفس إطار التصفيات وفي الجولة الرابعة والختام النهاردة الساعة 7 فيه مباراة قوي جدا ما بين جنوب إفريقيا وزنبوي هذه المباراة أيضا هيدرها طاقم تحكيم مصري بقيادة الحكم الدولي محمد معروف ومعاه سامي هلها المساعد أول يوسف البساطي المساعد تاني ومحمود ناجي حكم رابع بالمناسبة المباراة دي فيها طاقم مصري وفيها طاقم احتياطي من موزنبيق إزاي وليه؟ كل ده بيت أكيد هنتكلم فيه ولكن بعد الفصل بالأمس كان فيه اجتماع هام جدا لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب وعدد من أعضاء مجلس الإدارة اللي كانوا حاضرين بالأمس اجتماعي يمكن انباراك كان فيه عدة اجتماعات في النادي الأهلي ولكن عايزة أبدأ أتكلم على اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي وعلى هامش هذا الاجتماع بالمناسبة يعني كان فيه احتفالية كده وطرطة بسيطة واحتفال عيد ميلاد بعيد ميلاد المهندس محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي طيب بالأمس مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب اعتمد في اجتماعه تقارير اللجنة المشكلة من قبل مجلس الإدارة بتاريخ 10 يناير 2024 هذه اللجنة وهذا القرار واعتماد تقريرها الخاص بإعادة هيكلة عمل مجموعة الوحدة الاقتصادية بالتعاون مع شركة استادات الوطنية للاستثمار الرياضي بالإضافة لأعادة هيكلة قناة الأهلي المملوكة لشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي بالتعاون مع بريزنتيشن لايف يمكن ده أول قرار صدر بالأمس من مجلس إدارة النادي الأهلي بعد نهاية الاجتماع على طول يمكن أعلن النادي الأهلي عن مغادرة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي خلال الساعات القليلة القادمة لاستكمال برنامجه الإعلاجي الذي تأجل لما يزيد عن 8 أشهر وذلك بعدما قام الكابتن محمود الخطيب في شهر أكتوبر الماضي بقطع رحلته العلاجية الأخيرة والعودة للقاهرة بعد الأزمة الصحية التي مر بها الراحل الوزير العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي ونظرا لهذه الظروف الصعبة اضطر الكابتن محمود الخطيب للبقاء في النادي الأهلي وفي مصر خلال الأشهر الماضية وعدم تنفيذ هذا البرنامج العلاجي هذا البرنامج العلاجي الذي كان يستلزم صفر الكابتن محمود الخطيب وابتعاده عن أي ضغوط نفسية أو مرتبطة بالعمل وفقا لتعليمات الأطباء لما مدة تصل حوالي 6 شهور ولكنه تحامل على نفسه وفضل الاستمرار في ممارسة مهام عمله داخل النادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة وبعدما تلقى رئيس النادي الأهلي التعليمات والتحذيرات من قبل الطبيب المعالج استقر الرأي على إجراء بعض الفحوصات التي أكدت نتيجتها حكت المسة إلى ضرورة السفر بشكل عاجل لاستكمال برنامج العلاجي والبقاء خارج مصر تحت الإشراف الطبي ألف مليون سلامة على كابتن محمود الخطيب طيب دي اجتماعات الأمس بالنسبة لمجلس إدارة النادي الأهلي قبل اجتماعات مجلس الإدارة قبل ما روح بقى لتدريب الفريق كانت فيه اجتماعات كده أتكلم عليها كتير وبتفاصيل كتير لأنها لم تعلم بشكل رسمي ولكن أنا من يوم السبت اللي فات والحد اللي فات بقول لحضراتكم فيه اجتماعات الإسبوع ده للجنة التخطيط وللكابتن محمود الخطيب مع مارس الكولر وبفعل على مدار ثلاثة أيام كان فيه اجتماع للجنة التخطيط مع الكابتن خالد بيبو واللجنة على فكرة كان عندها اجتماعات أخرى مع قطاعات مختلفة في قطاع الكورة والاجتماع ده حضروا وعايز أأكد لحضراتكم من غير ما أحلف ومن غير ما أقسم والله يا جماعة يعني الناس بتضطريرنا احنا نحلف على حاجات احنا بنسمحها بتبقى غلط بس تسعة وتسعين وتسعة من عشرة من كل الكلام اللي بيتقال في السوشيال ميديا وعلى اليوتيوب في مسألة رحيل لعيبة رحيل لعيبة أنا بأكب لكم الكلام ده كله غلط وهديكم جملة واحدة بس الناس تفهم اللي ما بين السطور المدير الفني للنادي الأهلي مرسي الكولر قال بشكل مباشر هل من المنطقي أنا كجهاز فني أعرض وأقول أسماء تمشي من فريق الكورة وأنا لسه متبقي عندي في الموسم المحلي تسعة عشر مبارف الدوري ده أمر مش مقبول ولا منطقي لأي مدرب بيستمر في أداء مهام عمله حتى نهاية الموسم ووارد جدا أن يكون في نقاشات حول أسماء لعبين أجانب ده وارد جدا مش بتكلم على التدعينات أنا بتكلم على الأسماء اللي ممكن تترك الفريق في نهاية الموسم عشان الكلام كتير والبلبلة كتير وللأسف كل الأخبار اللي بتتقل غلط أنا بقول لكم مش خبر كل الأخبار اللي بتتقل غلط فكرة أن فيه مناقشات حول أسماء لعيبة محلية بتلعب في النادي الأهلة هتمشي في نهاية الموسم دلوقتي ده أمر من ضروب الخيال ما حصلش أنا بقول لكم ما حصلش ومش هيحصل ممكن كولر يكون عنده وجهات نظر في بعض التفاصيل اللي مر بيها على مدار الموسم ولكن أجزم وقال إن ده يمشي ما حصلش أنا مش هقول الأسماء يعني إحنا مش هنتطرك لأسماء ولكن سين صادعين الأسماء اللي بتسمعوها من مبارح وأقول مبارح أنا بروك كل الكلام ده ناس مش لقية حاجة تقولها فبيتقول أي حاجة تخص النادي الأهل رغم أن المفروض لو إحنا بنتكلم على انتقالات الصيف اللي جاي اللي هنقوله على الأهل نقوله على الزمالك نقوله على الإسماعيل نقوله على بيرمدز ولكن ما تعرفش الناس دي غرضها تقول الأهل آه وارد عايزة تتشاف عايزة أخبار تتسمع تتقري الجمهور يرد يبقى فيه رد فعل فطبيعة هي لازم تتقال على الأهل ولكن اللي عنده مادة هيقدر يشتغل على الأهل وعى الزمالك وعى الإسماعيل وعلى بيرمدز لكن عشان عايزين نعمل فرقعة ونعمل بوم في الوسط الإعلامي نتكلم على الأهل عادنا نتكلم أيام كتير على الصفقات وتقالت أسماء كتيرة وأسماء منها أصلا مش جاية في أسماء ممكن تكون الأهل بيحسمها عشان الانتقالات والقيد في أفريقيا اللي هيبدأ في واحد وعشرين سبعة وانا قلت لحضراتكم القيد ده مهم جدا عشان ماشي السوبر لو تلعب في تسعة ولكن أسماء تمشي ازاي يعني ده لسه عند ماشي الزمالك يوم خمسة وعشرين ستة هماشي لعبة دلوقتي وانا لسه عند ماشي خمسة وعشرين ستة ده حتى فكرة أسماء اللعيبة اللي انتهت إعارضها ورجع للنادي الأهلي ما اتخدش فيها موقف أصلا رسمي إن هي ممكن تتقايد السماء الجوة لا لنلسه حتى بتلعب مع أندية المسلم بتاعها مستمر يعني يا جماعة الكلام اللي بيتقال لازم الناس توزنوا قبل ما تقولوا مسموح إنك ممكن تتكلم على صفقات أجانب لعبة أجانب ممكن تيجي ده مسموح لكن تتكلم على لعبة ممكن تمشي من فرقة الكورة وفرقة الكورة لسه عندها 19 ماتش في الدوري ده كلام فاضي وكلام فارغ لناس ما اشتغلتش في المينة دي بقى لها سنين ماتش الزمالك اللي جاي لما أنا هقول فيه أربعة خمسة من الأسماء اللي بتطرحها السوشيال ميديا أنا مش عايزها طب هعتمد عليها إزاي في ماتش الزمالك هيأها إزاي لماتشات الدوري اللي متبقية عند ماتش بيرامدين 12 سبعة كلام كله الهدف منه ضرب استقرار فريق النادي الأهلي أنا بقولها لحضراتكم بصوت عالي وبطمن جمهور الأهلي ما تصدقوش اللي بتقال برة ما تصدقوش اللي بتقال برة اللي بتقال برة بيبقى ليه حاجة من الاتنين يا إما فرقة إعلامية لناس ما بتتشاف عايزة تتشاف يا إما الحاجة التانية ضرب استقرار الفريق لأهداف شخصية باختصار هم الجملتين دول اسمعوهم واستنوا وشوفوا في نهاية الموسم النتيجة وانتوا عارفين الحمد لله الكلمة هنا اللي بنقولها بعد أيام وشهور بتحصل فركزوا في الكلمتين دول ونرجع ونتحاسب بقى في شهر 8 نشوف اللي تقال ده صح ولا غلط والأيام مش بعيدة الأيام قريبة طيب فرقة الكورة عندها مطشو مهم جدا مع فرقه يوم الجمعة اللي جاية وبعد فترة من الاحتفالات بالبطولة الإفريقية أمام الترجل التونسي من 25-25 خدنا وقت شوية احتفلنا بدور الأبطال والتأهل لبطولة فيفا انتر كونتيننتل عام 20-24 ولكن كيف يستعد كولر لمباراة فرقه اللعيبة الدولية اللي وصلت النهاردة صباح اليوم الرحة بتاعتها تبقى قد إيه هل فيه إمكانية أن بيرستاو اللي يلعب النهاردة مع جنوب إفريقيا يلحق مباراة فرقه ولا لأ نهاردة تدريبها هيكون الساعة كام كل التفاصيل دي بالتأكيد محتاجين نعرفها من خلال زمننا كريم أحمد موفاة قناة الأهلي المتواجد حاليا في المقر التاريخي اللي قدامكم على الشاشة دلوقتي في منطقة الزمالك مقر النادي الأهلي في الجزيرة عشان نعرف من خلاله آخر الأخبار والمستجدات والجديد داخل فريق الكورة والتدريبات اللي هتنترك إن شاء الله بعد قليل بعد راحة سلبية منحها بالأمس مرسل كولر مساء الفل يا كريم مساء الخير عليك زميل العزيز محمد سعيد كل التحاليك ولكل مشاهدين وكل جمهور النادي الأهلي في كل مكان عايزة تطمن منك اللاعبة الدولية وصلت النهاردة الصبح هل موجودة النهاردة في التدريب للإستشفى ولا واخد راحة قد إيه الجهاز الفاني هيتعامل إزاي مع الأيام القليلة المقبلة قبل مباراة فاركو في ظل طبعا كان فيه غيابات عديدة في الفترة الأخيرة 14 لعب دولي في المنتخبات الوطنية بالإضافة للعيب الأهلي أيضا اللي موجودين في المنتخب الأولمبي بالتأكيد طبعا محمد في البداية المباراة المهمة والمنتظرة بالتأكيد خلال الأيام القادمة يا مباراة فاركو الكل بيستعدلها بشكل كبير جدا الجهاز الفني اللاعبين زي ما أنت قلت يا محمد لعباتنا ممكن لعبين المنتخب الوطني وصلوا صباح اليوم لكن النهاردة منتظرين نشوفهم لكن بالتأكيد يا محمد مستر كولر هيدي راحة النهاردة بنسبة لكل المجموعة لأن انت عارف طبعا رحلة الصفر والإجهاد الكبير جدا على أن يكونوا بمشيئة الله غدا في التدريب الفريق النادي الأهلي اللي يكون أيضا كمان في تمام الساعة الساديس ده أمر مهم جدا أنت تتطمن على حالة اللاعبين شوفنا الجو والطقس الالتحامات كانت قوية جدا مباراةين في وقت قليل جدا فيهم مجهود كبيرة محمد فعشان كده الحقيقة كان في مجهود كبير من الجهاز الطبي أنت تتابع لحظة بلحظة كل اللاعبين مين بيشهر بإجهاد مين عنده أي شيء عشان عندنا مشوار مهم جدا وعندنا مرحلة مهمة جدا خلال الفترة القادمة مجموعة كانت كبيرة متواجدة في منتخباتنا الوطنية لكن الحمد لله يعني بشكل عام قدرنا أن احنا تطمن كده كل اللاعبة اللي كانت في المنتخب الحمد لله ما فيش أي شيء وده كان أمر مهم لأنها مرحلة تحدي كبيرة محمد خلال الفترة القادمة لكن اللي احنا نقوله في البداية أن لعبتنا نهاردة لعبتنا لعبتنا نادي الأهلي طبعا العائدة من المنتخب هتأخذ راحة ومن بعدها إن شاء الله بإذن اللي يكونوا متواجدين في تدريب الغد هيكون أيضا كمان ليهم جرعات تدريبية متفرقة على حسب المجودات وعلى حسب اللعيبة اللي لعبة خلال المباراتين المضيطين في اللعيبة ما شاركتش في اللعيبة شاركت بتوقيتات مختلفة في يعني دراسة كبيرة جدا للموقف الطبي وتوزيع الجرعات التدريبية بيكون مهم جدا لديء الوقت ممكن تستعين ببعض اللعبين في مباراة فاركو وممكن يكون لعيبة على دكة قلب ودلاء شاركو في المباراة هذا أمر مهم لكن هنشوف أيضا كمان نهاردة في التدريبات شكل التدريب يكون عامل إزاي نهاردة كالعادة تدريب يكون في تمام الساعة أسا دي سلتقص الحقيقة الحرارة الشديدة مستمرة مع النادي الأهلي في تدريباته لكن بيستر كولر على طول بيحاول أنه هو يبدأ تدريب ستة أو ستة ونص على حسب طبعا حرارة الجو وقوة الشمس الحقيقة لكن إن شاء الله بإذن الله يبدأ في معاده يمكن عايز أقول لك محمد مباراة النجوم الودية الأخيرة اللي ممكن كانت مهمة جدا لفريق النادي الأهلي فيها مكاسب عديدة جدا رغم العدد رغم أن أنت ما كانش عندك عدد كبير من اللعبين لكن هي لها مكاسب بالنسبة للجهاز الفني الرجل شاف كل اللعيبة شاف التكتيك اللي بيحاول أنه هو يطبقه في المحاضرات طبقه في العملي كانت بالنسبة للنادي الأهلي مباراة مهمة عشان كمان حسيت المباراة فترة كبيرة جدا ما بتشاركش في المباراة فلازم تكون أنت بشارك حتى كمان أنت مهمة مش نتيجة أنت عارف أهم من النتيجة هي الأداء لعيبة أدت إزاي نفزت الجانب التكتيك إزاي فده كان أمر مهم جدا ومن بعدها كانت راحة كالعادة 24 ساعة لفريق النادي الأهلي ويستقن في النهاردة زي ما أنت قلتها محمد قال تدريبات الأمور طيبة جدا ميستر كولر في هذا التوقيت محمد في محاضرة فنية للعيبة النادي الأهلي الرجل بيدرس المباراة الخاصة بفريق فاركو بيحاول أن هو يجمع بعض الهي لا يتفرج اللعيبة عليه وبينزل في تدريبات يطبق منها جزء وبعد التدريب التاني على طول بيطبق جزء تاني الأمور طيبة محمد بشكل كبير لكن كمان حابين نطمن على المسامة أبو عالي كمان نطمن كل جمهور النادي الأهلي عليه ممكن الناس اتكلمت على وسام وعلى الأصابة الحقيقة يمكن التوافل كاحل وكادمة في مشت القدم يعني هتاخد وقت يا محمد شوية يعني نقدر نقول أسبوعين فيعني بناء عليه ممكن يريب من خلال التلات مباريات القادمة فإن شاء الله وسام الحقيقة من الإضافات القوية جدا لكن ثقاتنا كبيرة في المجموعة المتواجدة سواء الكهربة سواء مودس سواء أيضا كمان أنت اتكلمت على بيرستاو هيشارك النهاردة في المباراة وخمسين في المئة من ناحية البدنية فمن يعني من المتوقع أن بيرستاو ممكن يتجنب شوية من المشاركة كأساسي أو على دكة قلبه ده لكن كل الأمور دي مش هزين نسبة لأحداثة محمد منتظرين بس بيرستاو ياصل نشوف حالته الفنية عاملة إزاي حالته البدنية عاملة إزاي لكن بعيدا عن كل هذه الأمور الحمد لله الأمور ماشي بشكل مطمئن وجاك جدا بالنسبة لي الاستعداد إن شاء الله بإذن الله يكون تدريب جايد من نهاردة الفريق النادي الآلي والكل يستفيد من هذه التدريب طيب كريم عايز أسألك على وسام أبو علي وصل القاهرة وانت تكلمت على إصابته وفترة غيابه يعني كانت كلام كتير أو في المدة الغياب عندك رقم محدد أو الجهاز الطبي طمينك وفي نفس الوقت وسام وصل القاهرة من قطر لأن خلاص أكيد مش هيسافر مع فلسطين إلى أستراليا هو خلاص محمد يعني المتفق علينا هو هيتابع التأهيل بتاعه هنا في القاهرة طبعا مع الدكتور رحمة جبالة طبعا ده أمر كان مهم جدا أن أنت تتابعه وهي الكادمة والتوقف الكاحل يعني بتكونها محمد من أسبوع لأسبوعين أو لخمساشر يوم على حسب القوة الضربة لكن أنت عارف زي ما بقولك الجهاز الطبي بيكون في تأني كبير جدا لما حتى الإصابة بتكون كادمة بتستغرق عشر تيام الرجل بيحاول أنه يدخل اللعيب تدريجي في تمرينة واثنين وثلاثة عشان كده بنقول أسبوعين تصل المدة إلى أسبوعين لي وسام أبو علي هي الحمد لله الكادمة يعني آه مش قوية لكن كادمة مؤسرة الحقيقة في أنكل القدم وكمان في مشتر الرجل لكن زي ما بقولك الرجل هيكون متواجد في التأهيل مع الجهاز الطبي ليه اللي نادي الآله يستكمل التدريب الخاص بي والفقرة طبعا الموضوع له أو التأهيل اللي موضوع له لكن إن شاء الله بإذن الله نتمنى له العودة السريعة وسام العيبة المقاتلين الحقيقة إن شاء الله بإذن الله يكون مع صفو فريق النادي الآله لكن تعرف محمد مع أرب المباريات كل تمانية واربين ساعة مباراة وكل تلات يام مباراة فعشان كده بنقول هيغيب عن أكثر من مباراة فاركو هيغيب عنها لاتحاد عندك كمان الدخلية كل تلات مباراة دولار في خلال الاربعتاشر أو الخمسطاشر يوم القادمين عشان كده بنقول الأزمة كلها بس أن انت هيبع عندك غياب في تلات مباريات مهمين جدا وإحنا بنحاول إن إحنا نجامع نقاط في كل المباراة بتخش كل مباراة لمستر كولر لو لعبت النادي الآله هي مباراة كأس لإن إحنا عندنا عدد كبير من المباراة عايزين إن إحنا نلم نقاط خلال الفترة القادمة لكن إن شاء الله بإذن الله زي ما بنقول سكواد النادي الآله الحقيقة فيه لعيبة مميزين جدا مين هيكون متواجد بيطرق طبعا أمر ليه لجهاز الفني لكن إن شاء الله بإذن الله جهاز الكهرباء يعني كان رائع الحقيقة فيه المباراة الأخيرة كل لعيبة الحمد لله محمد أي حد يكون متواجد فيه القائمة أو يكون متواجد أيضا كمان مشارك فيه المباراة بشكل أساس إن شاء الله يؤدي لعليه بإذن الله وكون تلات نقاط مهمة جدا إن شاء الله بإذن الله على أستاذ الجيش ببرج العرب من مشيئة الله بإذن الله زي مننا كريم أحمد مفد قناة الأهلي من مقار النادي الأهلي بالجزيرة شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات والإضاحات المتعلقة بتدريب الأهلي لينطلق الساعة 6 والنهاردة أول مرام بعد الراحة الصلبية واللعابة الدولية والاستعداد إزاي وكنا عايزين نتمنقكم بالتأكيد على وسام أبو علي دي كانت أبرز التفاصيل والأخبار سواء في اجتماعات مجلس الإدارة اجتماعات لجنة التخطيط الاجتماعات مع مرسي الكولر أخبار الفريق قبل مباراة تفارقه نخرج إلى فاصل ثم نواصل طيب منتخبنا لعب بالأمس مباراة هامة جدا في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم تعادل إيجابي مع غينيا بيساو بعدما كنا متأخرين بهدف مقابل لشيء نجح محمد صلاح في إحراز هدف التعادل في منتصف اللشوت الثاني من خص نحظ منتخبنا بوركينا فاسو في مالي اتعابلت على أرضها لأن بوركينا بتلعبش على أرضها بتلعب في مالي فاتعابلت 2-2 مع سيراليون من حصنا حظنا أيضا أن قبلها بيوم إثيوبيا وجيبوتي اتعادلوا إيجابي واحد واحد فنطاق شكل ترتيب المجموعة كله بيخدم مصالح منتخبنا الوطن في التصفيات مصر 10 نقاط غينيا بيساو 6 نقاط بوركينا وسيراليون 5 نقاط فبالتالي فيه بتعاد بعدد من نقاط جيدة لمنتخبنا بعد 4 مباريات من التصفيات وباقي 6 جولات هيتلعبوا بالتأكيد فيه 20-25 هو على الشاشة ترتيب مجموعة مصر 10-6-5-5 3 إثيوبيا ونقطة فريق جيبوتي أعتقد يعني مجموعة في المتناول ولكن أداء المنتخب تشكيل المنتخب تغيير طريقة اللعب هل المنتخب نجح في الأهداف بتاعته ولكن لسه هناك ملاحظات على المستوى الفني كل ده بالتأكيد محتاجين نتناقش فيه ونسمع رأي أحد كبات منتخب مصر والنادي الأهلي الكابتن أسامة عرابي كابتن أسامة مسائل فل أهلا وسهلا بك محمد وأهلا وسهلا بك تحيات لحضرتك وكننا عايزين نسمع منك بقى رؤية فنية كده لأداء المنتخب وطريقة اللعب اللعب بها حسام حسن في مباراة غينيا بيساوب بالمقارنة بمباراة بوركينة هل حقق الهدف بالنقاط الإيجابية ولا المنتخب محتاج أمور فنية أفضل من كده في الأيام اللي جاي لا هو من خيث تحقيق الهدف الهدف بتحقق بنسبة كبيرة جدا وأعتقد أن احنا يعني إن شاء الله قابة خوصينا وقتنا إن شاء الله من الوصول كاف العالم منتخب مصر خبرته أكبر إمكانيات لعيدته أكبر من كل فرق المجموعة وواضح بمسافة يعني فإن شاء الله حسام حسن وكل الجهاز المعاوني اللي معاه قادرين إنه يوصلوا كاف عالم وإن شاء الله الأداء يتحسن من مباراة أخرى لأنه خلي بالك برضو هو حسام مش جاي من فترة طويلة في مراكز بعض المراكز فيها مشاكل شوية بالنسبة للمنتخب المصري مش حتى مع حسام حتى في الفترات السابقة مع سواء كروش أو مع فيتوريا فتقول عناصر جديدة يعني العناصر كلها تكتمل في كل المراكز هتاخد وقت شوية لكن هو الكويس إنه إحنا الحمد لله بنكسب ومباراة مثلا تعادلنا مع غينية ماشيين بخطة ثابتة وإنت زي ما قلت في التعليق الحمد لله كمان الفرق الأخرى بتتعادل فإحنا عدنا مطش والأمور زي ما هي يعني إحنا ما تعادلناش مثلا وبركينا كسب مباراة وهو ده أقرب منتخب ممكن ينفسنا شوية هو هو منتخب الغيني لكن ما أعتقدش أن أسيوبيا وجيبوتي وسيرليون يعني يعني يبقى يمكن يعطلوا في بونت مع حد أو حاجة لكن ما عندهمش فرص إنه يوصلوا في المجموعة دي فإن شاء الله مصر هتوصل بالنسبة بقى للشغل البني أولا اختلف المطش من بوركينا للغينيا المطشين طبعا في أربعة أيام تقريبا أو خمسة أيام المطش الأولان لعبنا ثلاثة أربعة ثلاثة أو ثلاثة خمسة اثنين بوجود حمد فتح جنب محمد عبد المنع مورامي مبارح لعبنا أربعة أعتبر أربعة أربعة ثلاثة أو أربعة يعني هو مؤخر محمد صلاح تحت تحت مصطف محمد قبل ما يصاب وبيلعب رجع محمد حمدي باكليفت في الشكل الطبيعي لأنه ماتش هنا كنا في زي ما أولك بنلعب ثلاثة في القلب ومحمد عبد المنع مورامي وهاني وكانت النص حمدي فتحي رجع لنص البلعب وهو مروان وفي رباع قدام زيزو ناحية اليمين ترزيجين ناحية الشمال وصلاح تحت رأس الحرب آه تحت رأس الحرب يعني تقدر تقول عليها يعني أربعة أربعة أثنين أربعة أثنين تلاتة واحد يعني طب أياً كانت بيلعب رأس حربة متأخر شوي طب أياً كانت الطريقة كابتون أسامة معلش أنا عاسف بس عايز أقطعك في الحتة دي أياً كانت الطريقة ولكن هل أداء محمد حمدي في المركز الظاهر الأيصر ظهر بشكل كويس هل تواجد زيزو مع محمد صلاح والاتنين تحس أن فيه لغبطة في المهام الهجومية ده في مصلاح هل وجود حمدي فتحي بجوار مروان والاتنين نفس الأداء في مركز 6 ده ممكن يحتاج تعديل فيما بعد بص هو أعزائنا لقدت لك فيه مراكز محتاجة عناصر إضافية ولكن بصراحة يعني الساحة لما تقعد تفكر في المراكز ما فيش اختيارات كبيرة أنا بتكلم على نعيب دولي أنا مش بتكلم على نعيب محلي أدي مرة عايزة وقت شوية يعني العناصر الجديدة اللي تقدر تشارك تقريبا حسام حسن واخد هقول لك بنسبة 95% من العناصر اللي أي مدير فني هيجي غالبا هياخدها يعني هتلاقي اختلافات لو هم 24-25 لاب هتلاقي اختلافات في 2-3 وده طبيعي في أي مدير فني لكن المعظم اللي موجود هو تقريبا الاختيار الطبيعي لأي مدير فني هيجي المنتخب مصر في المرحلة دي انت عندك بعض المشاكل زي مقتلك في بعض الأماكن منها المركز الزهير الأيصر خاصة بعد إصابة فتوح وجود محمد حمدي بعد الوقف اللي فات هم بلحة يمكن ما كانش موافق لكن فيه ما تشدت قبل كده أدى فيها بشكل كويس عندك مشكلة شوية في مركز راس الحرب لما بيحصل مشكلة فيه ما فيش لسه حد واضح بعد مصطفى محمد امكان أقربهم من وجهة نظر أنا محمد شريف لكن لسه البقين يعايزين ياخدوا خبرات بس كات فيه مفاجأة يا كابتن حسامة يعني كات فيه مفاجأة إن الكابتن حسام رقم اتنين عنده بعد مصطفى أحمد نبيل أوفا أو أحمد أمين أوفا يعني بس أنا قلت بس يا محمد محمد شريف مثلا وده زي ما قلت لك قرب واحد من وجهة نظري فيه ناس تانية بعدها وجهة نظر أخرى فهو مركز المدربين اللي حتى قبل حسام مختلفين فيه بس مستقرين على حد معين ما فيش حد يسبت حد معين قبل كده فيه ناس جربت كوكا بس يمكن حتى مع فيتوريا وكيروش ما لعبش لكن قبلها كان بيلعب مثلا مع كوكب كبير شوية فهي مركز من المراكز اللي نقصة شوية زي ما قلت لك مركز الزهير الأيصر برضو محتاج نص الملعب بالذات اللي هم بيلعبه تمانية يعني هتلاقي إمام عشور ممكن زيزو ما فيش حد تاني واضح معظمهم ارتكاز ستة زي مروان وحمد فاتحي والمجموعة دي يمكن الأجنحة عشان موجود مثلا صلاح لو لعب جناح موجود تريزيجي موجود مرموش بس طبعا عشان صابته زيزو مصطفى فاتحي يعني يمكن الأجنحة فيه ناس عادت شوية وفيه آخرين كمان ممكن السردبكات فبقت فيها مشكلة بعد فترة صابت الوينش فترة طويلة وحجازي وحجازي بعديه اللي اتنين كانوا مؤثرين مع رامي ومروان ومثلا ياسر لو كان صابته كانت تتبقى فيها تقل شوية برضو مركز عايز تغييرات مش تغييرات إضافات يعني فهي في مراكز فيها مشاكل لكن هي المهم ان انت بتكسب وماشي بخطة سابتة حتى مبرع التعادل وان كان هو مرضي كنتيجة حتى قبل نتيجة بوركينا بس هو اللي كان يعني اللي كان واحد شايفه من أحداث المصر ان احنا كان ممكن نكسب يعني فرقة فرقة غينيا بساو مستسلمة متحسش ان هي عندها خايفة قوي قوي من منتخب مصر ومتقسش ان هي يعني حتى جنهم جي بهجمة وحيدة يمكن في التسعين دقيقة وما كانتش هجمة خطيرة قوي بزرط وربنا وفقهم فيها احنا في اخر بعد ما صلاح اتعادل في اخر ربع ساعة فرصة نجيب هدف وتاني اه صلاح كان ممكن نجيب هدف امام عشور كان ممكن نجيب هدف ونكسب اه وفا كان ممكن نجيب هدف ونكسب يعني كان لينا ثلاثة اربع فرص فانا شايف ان شاء الله باذن الله باذن الله احنا هنوصل كاس عالم ولكن يعني بوضوح يعني باذن الله يعني بس هي طبعا عايزة جهد من حسام الجاز اللي معاون معاه انه يقدر يبني سواء في طريقة اللعب سواء في اضافات لعبة تبقى مؤثرة في المراحل الجاية لان اي واحد بيصاب فيه تقل شوية مش بتلاقي البديل بسهولة يعني في مراكز يعني مش يعني بتبقى الان قوي لو حد بيتصاب فيها ما فيش البديل مش موجود ومش سهل انك تلاقي بسرعة ايوة بس دي على فكرة معاناة عانا من كيروش وعانا منها فيتوريا وقابل كيروش برضو فهي عايزة جهد شوية انبالح الاداء كاداء مش حلو وقوي صحيح لكن انت خدت من اللي انت عايزه من المباراة وكمان لما بوركينة اتعدلت واثيوبية اتعدله فيعني خلاص انت كده ماشي بالنسبة اقولك تكت تكون مية في المية يعني كنتايج انت كسبان ثلاث ماتشنات ومتعادل ماتش والطريق بقى ان شاء الله مفتوح بالنسبة لك يعني بإذن الله كابتن قسامة عربي انا بشكرك بجد على هذه المداخلة المهمة جدا والتحليل الفني لاداء منتخبنا الوطن شكرا جزيلا ان كابتن قسامة عربي كان تحليل الفني مهم جدا على مباراة مصر وغينيا بساوه عايز استعرض حاجة مهمة جدا ليه علاقة بتصفيات كاس العالم لان المشوار مش صعب ومش متوسط حتى في الصعوبة ده درجة المتوسط أو آل من المتوسط يعني مثلا احنا دلوقتي لعبنا اربع مباراة حققنا من الاربع مباراة ثلاث انتصارات وتعادل فبعينا عشر نقاط باقي ست مباراة الست مباراة هتلعبوا امتى في السنة الجاية في عشرين خمسة وعشرين يعني اولا لما نروح لاجندة مارس عشرين خمسة وعشرين عندنا مباراتين هنلعب مع اسيوبيا دي مباراة خارج مصر والمباراة دي على فكرة مش هتتلعب في هديثة بابا دلوقتي المباراة دي لو هتتحدد لها مكان حاليا مش في هديثة بابا الله اعلم في مارس عشرين خمسة وعشرين هل أسيوبيا يكون ملعبها جاهز ولا مش جاهز عشان برضو الناس اللي بتبني أرى على مواقف سابقة لا مش صح أسيوبيا انت لسه هتلعبها في شهر ثلاثة السنة الجاية المعايير اللي على أساسها بيعلن ان الدول دي تستضيف مباراة على أرضها ولا خارج أرضها بتبقى قبل معادي الأجندة بشهر وشهرين فأسيوبيا لسه السنة الجاية هنشوف هتلعب في ملعبها ولا كالعادة هتلعب بره ملعبها وبره ملعبها هل هتلعب في ملعب الدفاع الحسن الجديدي في المغرب ولا ممكن لما تلعب مع مصر تقولك لا ما لعبش في المغرب تعالي لعب مع مصر في ملاوي لعب مع مصر في مالي أيا كان وقتها ممكن أسيوبيا هتختار فين خدوا بالكو برضو بوركينا لعبة مبارح مع سيرليون في مالي ممكن بوركينا لما تجي تلعب مصر تحب تلعب مصر في المغرب ممكن تحب تلعب مصري في جنوب إفريقيا على حسن ما بتحق ممكن يكون ملعبها جاهز لما تيجي تلعب مع مصري في شهر تسعة عشرين خمسة وعشرين ده لسه ماتش هتلعب بعد سنة وثلاث شهور فالتصفيات لسه فيها متغيرات كتير المهم هنلعب في شهر تلاتة مع إثيوبيا ومع سيرليون وفي التوقيت ده هيبقى داخل علينا شهر رمضان كل سنة وحاراتكم طيبين فإن شاء الله بإذن الله المنتخب يكون موفق في المرحلة دي بعدها بست شهور هتلعب في شهر تسعة مع إثيوبيا في القاهرة ومع بوركينا خارج مصر بعد كده هتلعب مع جيبوتي الله أعلم برضو وقتها هتبقى جيبوتي عندها ملعب ولا هتلعب بره أرضها في شهر أكتوبر وتختم مع جينيا بيساوف في شهر أكتوبر عشرين خمسة وعشرين التأهل على فكرة مصعب التأهل سهل مضمون ولكن من هنا لمعادة التصفيات دي والموعيدة قدامكم على الشاشة في فترة منتخبنا يلعب فيها تصفيات أمم إفريقيا يعني الفترة المتبقية من شهر ستة اللي احنا فيه دلوقتي لشهر تلاتة اللي جاي بنتكلم في تسعة شهور التسعة شهور دول المنتخب مش أجازة عشان الناس فكروا ان المنتخب يبقى خلاص بقى ايه ويك اند وحسام حسن ما عندوش حاجة لا ده يبقى عنده تصفيات أمم إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم في المغرب التصفيات دي اتحطت وتسكنت رسمي فيه مطشين في شهر تسعة فيه مطشين في شهر عشرة فيه مطشين في شهر احداشر هتلعب معمين لسه مش معروف القرعة طبعا هتبقى إمتى وبناء على القرعة هتعرف مطشوات تكل جاية دي هتبقى معمين ففي الفترة دي هتلعب ست مباريات رسمية قبل ما تروح على أجندة مارس عشرين خمسة عشرين حاجة أخيرة نختم بها كلامنا على المنتخب كلنا بلا استثناء ودي رسالتي لجهاز المنتخب الوطن بقيادة حسان حصل مفيش واحد في البلد نفسه أن المنتخب ما يكسبش مفيش واحد في مصر نفسه أن المنتخب ما يروحش كاس عالم بالعكس انت لو سألت على حد هيقولك نفسي روح كاس عالم وينفس على كاس عالم وليه ما وصلش مربع زابي زي منتخب المغرب نفس الأمر على كاس الأمم كلنا بنتمنى الخير لمنتخب بلدنا لأن ده منتخبنا كلنا لا فيه ناس طيبة ولا فيه ناس شريرة كلنا في النهاية منتمين لهذا المنتخب ولا لهذه البلد ولكن فكرة أن فيه ناس مش عايزة الخير لجهاز الفني المنتخب مفيش حد طبيعي أو إنسان طبيعي يفكر بالشكل ده فنظرية المؤامرة أتمنى جهاز المنتخب يشيلها من دماغه التصفيات سهلة والموضوع سهل ومش عايزين نعقده ومش عايزين نقبر الموضوعات أكبر من حجمها طبيعي الناس تتفرج وتقول رأيها وطبيعي الناس تنتقد زي جهاز المنتخب الحالي ما كان بينتقد من شهرين ثلاثة الأجهزة السابقة ده طبيعي لكن عندك الحق إنك تقول إن فيه ناس بتقول أخبار غلط قول فيها زي ما انت عايز وإحنا عن دعمك ونقول معاك زي انبارح كان فيه واحد طلع يقول لك محمد صلاح رفض يرفض ينفذ التغيير وينفض إن ينزل مصطفى فتح مكانه وتعاملت كده حكاية وسيناريو على طول جهاز المنتخب نفاه أنا أبقى معاك في الحتة دي ودعم فكرة إن احنا ننفل أخبار اللي ممكن تعمل بلبلة ولكن نقول إن فيه ناس مش عايزة الخير للجهاز أو للمنتخب لا أنا ضد الكلام ده نظرية المؤامرة مش مطلوبة والمرحلة اللي احنا فيها هي أسهل مرحلة للمنتخب الوطني بس الجهاز يشتغل ويركز ويقف الودن شوية وما يركز في اللي بيحصل سواء على المواقع أو حتى في السوشيال ميديا دي كانت أبرز الموضوعات اللي عايزين نتكلم فيها على الأهلي وعلى المنتخب الوطني نخرج إلى فاصل ومن الفاصل نبدأ نشوف آخر أخبار التريند خرصة اللي حن منخلاها قدرة جداً ترجمة نانسي قنقر 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 وعلى هذا الأساس بتبدأ تتناقش وتشوف اللي جاي طبعا كلام كتير من المكتوب أصلا ما تطرحش وما تناقش وفكرة إنه يبقى فيه استعراض أسماء اللعبين الرحلين كنحية فنية أنا بقول لكم الكلام ده ما تقلش كنحية فنية ما تقلش مين اللعيبة اللي تلعب في النادي الأهلي اللعيبة محلية تمشي أنا مش عايزها ده بالعكس ده كولر قال الملف ده نأجل فيه كلام شوية لأنه لسه عند 19 مبارفة دوري واعتمد على كل اللعيبة ففيه كلام أكيد بيطرح ما بيبقاش صح شوية الوطن الرياضي بص بقى خلاص كناتي مش جاي فقال لك مهاجم مغربي بدينا لكناتيه طيب من المهاجم المغربي سعيد الحظ أن يطرح اسمه في الإعلام المصري المغربي محسن بوريكا مهاجم نادي المغرب الفاسي ده اسم جديد هتبدأ تقرؤه في الأيام اللي جاية بعد اسمه كناتيه ما خلاص اتحرق كتير من طرحه على المواقع والسوشيال ميدي طيب كرة بلاصي بيتكلم على تشكيل الآله في مباراة فاركو الشنوي يقترب من العودة لتشكيل الأهل الأساسي في الدوري بعد أن اطمأن على جهزيته خلال مشاركته مع المنتخب أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو شوبر موجود والشنوي موجود أهم حاجة نقولها للشنوي زي ما هو قالها قبل كده الحمد لله على السلامة لمحمد الشنوي طيب نروح بقى للمشاركات والسؤال التي طرحناه في بداية الحلقة خصوص منتخبنا في التصفيات دي شايفينها ازاي بعد النتاج لتحقيقات في الجولة الرابعة هاني شكري بيقول إن شاء الله بعد فوزنا على إثيوبيا يوم واحد تسعة هو بيتكلم على الجولات الختنية في التصفيات في عشرين خمسة وعشرين هيكفينا التعادل أمام بوركينا فاسو خارج أرضنا وده يبقى مطش في الجولة التمنى يوم تمانية تسعة في الجولة التمنى قبل مطش جيبوتي وغينيا بيساوه في آخر جولتين يعني هو شايف إن الجولة السبعة والتمنى هاي اللي هكونوا حاسمة في التأهل بإذن الله كامر بيقول إن شاء الله هنصعد أم حاجة نكسب من الست مطشات الجيين أربعتاشر نقطة يعني بيتكلم على إننا نكسب مثلا أربع مباريات ونتعادل مبارتين محمد بيقول إن شاء الله مصرف كاس العالم عشرين ستة وعشرين مهم حسام حسن يجهز منتخب قوي ينافس على كاس الأمم عشرين خمسة وعشرين برافو عليك والله يا محمد السيد رشاد بيقول إن شاء الله المنتخب يصعد كاس عالم بس بصراحة الأداء ضعيف جدا في آخر مبارتين ومع ذلك كلنا مع حسام حسن من أجل الحلم ده كان آخر تعليق معايا في التعليقات اللي طرحناها من خلال السؤال اللي أعلننا عنه في بداية الحلقة في الختام بشكر كل السادة المشاهدين على حسن المتابعة والمشاهدة وغدا لقاء جديد عبر برنامج التريند شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء